موقف واحد للبنان في مواجهة التهديدات والادعاءات الاسرائيلية وللغاية هذه لقاء رئاسي في بعبد جمع رؤساء الثلاثة الذين عرضوا الاوضاع العامة في البلاد والتطورات التي استجدت خلال الساعات الثمانية والاربعين ماضية والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان لا سيما لجهة المضي في بناء الجدار الاسمنتيق قبالة الحدود الجنوبية والادعاء بملكية الرقع تسعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة وخلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم واستدعي إليه منسق الحكومة اللبنانية لدى القوات الدولية العميد مالك شمص تمت متابعة البحث الذي جرى في اجتماع لجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في النقورة والذي تناول الموقف الاسرائيلي من الاعتراض اللبناني على إقامة الجدار الاسمنتيق قبل إزالة التحفظ اللبناني على النقاط 13 على الخط الأزرق وتأكيد الحدود الدولية للبنان كما تناول البحث الموقف اللبناني من الاقتراحات التي قدمها نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السفير دايفيد ساترفيلد خلال وجوده في بيروت والتحضيرات الجارية للزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ريكس سالرسون القيام بها الخميس المقبل كذلك تطرق البحث إلى الموقف اللبناني الموحد حيال التهديدات الإسرائيلية والاقتراحات المقدمة إلى لبنان استعرضنا التحديات التي نوجها وحكينا عن زيارة ساترفيلد الأنفية ونحن نضلنا على تشاور مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس على اساس يكون موقفنا موحد ووطني فيما يخص أي تعديات على لبنان وهذا الشيء نحن قرار أخذناه بمجلس الدفاع الأعلى ومجلس وزراء نحن اتجاهنا أنه دايما نكون موحد فيما يخص أي تعديات إسرائيلية على لبنان إشارة إلى أن المدير العام للأمن العامل وأعباس إبراهيم أشار ردا على سؤالا خلال مغادرته بعبدا إلى أن الوضع الأمني على الحدود مستتب